سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم المرأة المسلمة صلاتي من أجلكم النهاردة أنه يعطيكم الرب حرية وفهم وسلام في حضوره وقوة من الأعالي زي ما وعد ملك الملوك الرب يسوع المسيح حلقة النهاردة بعنوان من الجاني أحياناً إحنا بننظر للجرائم اللي بتحدث في مجتمعاتنا وبنبص كده على الجريمة ويعني نرى المجرم في حق الضحية وفي حق المجتمع ونتساءل إزاي وصل هذا الإنسان إلى هذا الحال نسأل نفسنا يعني معقولة مفيش عقل مفيش تمييز مفيش ضمير مفيش ضمير إنساني يقوله إن اللي انت بتعمله ده فعل خاطئ فعل إجرامي فعل يعني كبر أو صغر يكسر القانون أو مثلاً يضر غيرك يجيب ألم على غيرك يعني واحد بيقتل الواحد يتساءل إنت إزاي إيه اللي وصلك لده واحد بيسرق نفس الحكاية وهكذا نسأل نفسنا كده مين اللي رب الشخص ده هو محدش علمه أي مبادئ أخلاقية أو إنسانية بسيطة كده مثلاً تمنع استعداده لهذا الجرم أو هذا الإجرام أو ممارسته للإجرام بصورة يعني فيها ثبات فعالي كده يعني زي الرجل اللي شفناه بيقطع راس الرجل في الشارع ثبات فعالي ويعني بيقوم بالجريمة وكمان بيتمشى بيها ويأذي الناس التانيين اللي حاولوا يدفعوا أنواع الجرائم كتيرة واللي بيتربع عليه الإنسان ويتعود على رؤيته وعلى سماعه كل يوم إما إنه يعضد معايير الأخلاق السوية أو يشوه النفس الإنسانية هقولها تاني اللي بنشوفه وبنسمعه وبنتعلمه وبنعيشه كل يوم اللي بنتربع عليه يا إما إنه يعضد معايير الأخلاق السوية في طبيعتنا إحنا عندنا ميل للأخلاق عندنا ميل للأشياء النظيفة الكريمة السوية يا إما تعدد هذه الأخلاق السوية أو تشوه النفس الإنسانية فالنفس الإنسانية هنا بقى ما ترجعش تميز الجريمة من الحياة السوية يعني لو أخدنا مثلاً مثل طفل نشأ في عصابة نشل متربي معاهم اتولد فوستهم متربي على أديهم فما يعرفش أي طريقة الحياة إلا عن طريق السرقة يسرق الناس حياته كلها عن طريق السرقة وشطرته في شرط الجيب وسرقة المحفظة والضحك على الناس ويستطعم اللقمة المسروقة أفضله من إن حد يديله مثلاً لقمة نظيفة كده مثلاً عشان صعب عليه ولا هدية ولا سندويتش ولا أي حاجة لا هو عايز يسرق حتى اللقمة بشطرته لأنه تعود على كده بقى طعمها أحلى دي الفهلاوة بتاعة الشخص اللي بيبقى عايش بقى فكر إجرامي فيصبح المجتمع بقى بالنسبة للنشال ده جيوب وشنط حلال والقانون ورجاله أعداءه الدنيا اتقلبت والحرامية اللي زيه بأخواته يدفع عنهم ويوافع على اللي بيعملوه ويعددهم وبيت رئيس العصابة بتاعه اللي هو رباه يبقى إيه حصن يدفع عنه وهو دلوقتي مجرم في عيون المجتمع السوي مين الجاني هنا من الجاني على هذا النشال مين مصدر التعليم والصنعة رئيس العصابة اللي بيربيه فيقوم النشال الصغير ده المجرم الصغير ده يدفع عنه ويزود عنه بروحه ويبقى رئيس النشالين ده هو مصدر كل تعليم في حياته وهو اللي قلب كل موازين الصح والغلط في حياته ويبقى المجتمع اللي برة هوب اللي مش عارفين يعيشه لكن في يوم ممكن يصحى الإنسان ده ونفسه تصحى ويلاقي نفسه مستخدم من الشر ومن الشرير زي كده يعني حابة أكتب الحلقة دي فتكرت مشهد في فيلم جعلوني مجرما أشعر الأفلام المصرية للفنان فريد شاوي يجي في الآخر كده أنا يعني حتى مش فاكرة الجرائم كانت ايه لكن المشهد الأخير بقى هو يعني عمال يصلي ويدعي ربنا ويقول له ها رب يعني يعني هو فجأة لقى نفسه بقى مجرم من غير ما يبقى عارف إجرامه ده يعني حيقدي لإيه في حياته ومشي في الجريمة لأن حد جره للجريمة علموا كده أنا النهاردة بقى حقدم لكم أمثلة من الإجرام الفكري والاجتماعي وبينطبق عليها هذا المثل بالتحديد لأنه يا جماعة الإجرام مش بس إن حد يقتل حد لكن إنه إنه حد بأفكاره السامة يقتل نفس إنسان ويشوه صورة الله في قلب إنسان أو في فكر إنسان في يجري وراء الشيطان بدل ما يجري وراء الإله الحقيقي ويجري وراء الخطية بدل ما يجري وراء إنه يعرف قلب الله الإجرام الإجرام الفكري والاجتماعي بينطبق عليهم مثلا وكر النشال ده أو وكر الرئيس النشالين النهاردة المثل اللي هقدمه من شيوخ المسلمين النهاردة اللي عايشين في وسطنا اللي بيعلموا الناس ولي بيقفوا يتصدروا لكل ما هو صرح الشريعة وما يندرج تحت صرح الشريعة ولكن في نفس الوقت لا تهمهم نفوس البشر ولا تهمهم حياة البشر إنهم يعيشوا بطريقة سوية ومحترمة في المجتمع وأمام الله المثل في شرح الشريعة صرح الشريعة يعني المتمثل أمامنا دلوقتي الأزهر اللي بيطلع لنا منه شيوخ المسلمين الأزهر الشريف منبع كل هذه الأفكار الإرهابية في العالم الإسلامي زي بت النشال كده منفصل عن العالم الخارجي وعنده قوانين عايز يمشيها علشان في دخل لازم يدخل وعلشان في زي يعني الجباية لازم تدخل مش بتكلم على فلوس أنا بتكلم على نفوس مخدوعة بفكر شيطاني من هذا من منبع هذا التعليم بيخرج لنا شيوخ بمشرة بمشرة نشال بس ما بيسرقش الجيب ولكنه يسرق النفوس ويشوه الفكر العقول بقت مبرمجة بإجرام فكري لأنه واقعيا بيعمل إجرام اجتماعي وهنشوف في يعني قضيتين مختلفتين النهاردة الأولانية قضية الدكتور مبروك عطية اللي الناس كلها بتتكلم دلوقتي عنها أنا عايزة أقف أقول حاجة على فكرة قبل ما يعني أدخل في شرح هذه القضايا المقابلة اللي هو عملها على برنامج يحدث في مصر يعني ما هياش غريبة أبدا على كل التعليم اللي بقاله يعني الفيديوهات اللي مالية الدنيا اللي كل يوم يقعد يفتي لحد ويبهدل واحدة ست بتشتكيله من جوزها ولا بتشتكيله من ظلم وقع عليها ولا ينو واحدة مش عارفة تشوف عيالها ولا ولا النصايح بتاعته على الولد اللي مولود الولد للفراش وهيبقى ابنك وتقوله هات تقوم هات تكب بيت الميا يالا ايه اللي حنشوفه النهاردة هو العصارة بقى الخلاصة بقى من الفكر اللي هو تشبع به واللي تربى عليه تحت يد هؤلاء واللي دلوقتي بيورده للمجتمع وما حد شيء يقدر يقوله لأ عيب لكن الناس ابتدت تقول حكم ومبروك عطية ايوه حكم ومبروك عطية ومعاه كل شيخ بيقدم نفس الفكر وبيضطهد المرأة بنفس الطريقة وبيبيح ضرب المرأة بنفس الطريقة وايضا بالمرة كده وانتو ماشيين شيلوا قاية الضرب مثلا من القرآن اللي فتح لنا الباب على البحري ولا قوامة الراجل اللي بيشرب مخدرات طول النهار ويقوم يكسر مراته بالليل وماله يعني يستحملي يعني ايه الموضوع ايه الموضوع خلينا نبص على قضية الدكتور مبروك عطية في شابة صغيرة جزهة كان بيعنفها تعنيف شديد جدا هتشوفوه دلوقتي يعني ست سنين ونص هي متجوزة الراجل ده عندها منه تلت اطفال اصغرهم بيبي عنده تمانية وعشرين يوم الزوج يعني البيبي عنده تمانية وعشرين يوم الزوج مسك الست واخر حاجة يعني تفنن فيها ربطها بجنزير وحبسها في قوضة مع كلب سايب عليها الكلب وكل شوية يدخل هو واخوه يدربوها ويكسروا فيها وكده لحد ما قدرت انها تهرب بمعجزة من البيت وراح تبلغت الاسم فطبعا الناس ابتدوا يكتبوا طلعت على السوشال ميديا والناس ابتدوا يكتبوا عنها وعملت مقابلات تلفزيونية نسمع بقى الدكتور مبروك عطية هذا المبرمج حتى انه البرمجة الاسلامية اللي في دماغه افقدته الانسانية والتعاطف والفهم السوي ليه يعني انسانة بتوريه غرز وهو عمال يسألها في حاجة تانية خالص ويعني عايزة اقول ان انا غضانة جدا على هذا الشر بصراحة لكن اللي حنشوفه مش مبروك عطية واحده هذا هو فكري الاسلام المنبع بتاع رئيس النشالين اللي حنسمعه النهاردة اجرام بلا شك وهو المبروك عطية هنا جاني على ملايين من الناس اللي بتسمعه وهو ايضا مجني عليه لانه تربى في بيت النشال خلينا نشوف الفيديو الاولاني للست اللي بتحكي بعض الحاجات اللي حصلت لها مع الجزء اول مرة اتدربت يعني بسكينة وروحة المشتشفى وكده وبعدها بكرباج يعني اتدربت السكينة يعني جلحك يعني او سبع غرز في رجلي بعد كده بكرباج بقيت كل مرة الدربة بتزيد لما ضربت بالسكينة قام جيري راح المطبخ جاب السكينة ولا لقاها قدامه هي مش سكينة انا مش عايزة قدامه يعني ممكن اضرب بالسكينة مش لاقي غيرها جات لحظة الغلط لحظة السواد اضرب بالسكينة فيه فرق بين يروح المطبخ يجيب السكينة والسكينة موجودة لا انا فيه راح ناولت لا ده هي حضرتك انا مش عارفة اقولك يعني كان خلي والله يقعد جنبي وفيه مشكلة بيحجز راح نغز نغزة فوق ورح مديني نغزة ثانية طب ايه اللي ودك الاسم بقى اخر مرة ما هي اخر مرة دي اعدت عشرين يوم الجنزرة ضرب اهانة كل حاجة فيها هو واخوه بيدربوا فيها اعدت عشرين يوم متواصلين لحظوا تعليقات الشيخ يعني انا سعيدة جدا ان فريق البرنامج يعني عندهم كان ملاحظة وبيتابعوا هو بيرد ازاي فكانوا كل مرة يهاجمها يروح حاطين صور الغرز والشهة والتقطعات اللي كانت في جسمها هو قاعد منفصل تماما عن قلمها ملوش دعوة هم اللي شايف الغرزة ولا السكينة ولا الجنزير اللي اتربطت بيه ولا اي حاجة وعنده قضية تانية يعني قضيته هو تجريمها هي وعايز يقول في الاخر ويجد طول الثلاثين دقيقة اللي قاعدوا فيها يتكلموا في الموضوع هو كان عايز يجد الطريق انه يقول انها هي السبب وحتشوفه دلوقتي انا عايز اسأل سؤال واحدة بتقول واحد جوزي قام ضربني بسكينة وخدت سبع هرز على فكرة انا عايز اقول بمنتهى القلم والاسف انه هنا على برنامج المرأة المسلمة كان عندنا شهادات بنات وزوجات صغيرات وكبار اتعمل فيهم كده من جوازه مش بس غزة سكينة مرة لا دول كانوا يعني مرات ومرات ومراحل وكان عندنا شهادة واحدة جوزها حاول يقتلها يعني بيقطع فيها ليل ونهار وحاول يقتلها مرتين دبح وربنا انقذها فيعني الست الصغيرة دي عند 24 سنة 24 سنة مرت بدا كله وهو همه يقول ايه طب السكينة كانت قدامه ولا ام جابها من المطبخ طب ايه السباب لا يا راجل يعني ايه الجراءة دي ده يعني القلب حصل فيه تحول القلب القلب لم يعد قلب انساني متعاطف مع انسانة قعدة قدامك عارف ام تغاز ليه علشان طلعت برا وقالت واتكلمت على السوشال ميديا وقال كده ما انت يعني مش تطلع على السوشال ميديا بقى يعني وبتعري لي دراعك طب هتثبت ازاي انه انه عمل فيها كل اذا كان دراعها فيه تقطيع ورجلها فيها تقطيع وشا فيه كدمات حتى ايدها صوابعها على رفعها دي مقطع ما شفتش ده كله بس شفت انها فتحت بقها واعتردت لانه الست ما انفعش تعترد فاكرين احنا عندنا امثلة الناس اللي هو لما ييجي يقعد يقولك ايه فصحيح البخاري كده على الصفحة اليمين فوق كده على الناحية الشمال هتلاقي ويكر الحديث فمنهم بقى بعض الحديث دي بقى اللي هو اكيد حافظها لما عمر كان يضرب مراته طول الليل وحد يقوله طب بس يعني انت ضيف بيتنا انت بتضربها ليه يقوله لا يسأل المرء عما يفعل مع زوجه لا يا راجل شايفين المنبع منبع الاجرام هو هذا التعليم فينتج جناه ومجني عليهم بالشكل ده شوفوا بقى العجب في الفيديو اللي بعد كده يعني منتهى الانفصال عن واقع ما تقوله المرأة اللي قعدة امامه دي وهو في مخه حاجة عايز يثبتها اسمع كده الفيديو التاني ما اللي بنتصرفه منين لما قعد ننجر شهور ما هو بيبيع ممنعيت ها؟ بيبيع ممنعيت بيبيع ممنعيت بيبيع ممنعيت بيبيع حاجات تانية يعني ايه المناسبة اللي ضرب فيها بسطور او بمنا سمعت جيد فيديو بتقولي مضروبة وبعريت دراعك ايوه بالملة بتاع السرير ايه المناسبة كان يعني مثلا تبقى اخناع عادية كلمة عادية ما فيه فرق بان عادية انا مش عارف عادية وصلت لغاية تفين هل ايه الفرق عندنا قاعدة من يوم ربنا ما خلق العلم لغاية يوم القيامة النساء مبالغات في الشكوى دي قاعدة لازم نحطها قدام عينينا يعني اي واحدة ستة لما تيجي تشتكي بتبالغ في الشكوى يعني هل فيه انسان عائل يسمع الكلام ده ويقول ان ده رجل دين عنده شيء يفيد به هذه الانسانة روحيا وانسانيا استحالة لانه ما عندهش الاصل ما عندهش المصدر ده جاي من بيت النشال لا يعرف صاحب البيت الحقيقي هذا الاله اللي خلق الستة دي ويسمع صوتها ويسمع انها ويقف معها ويعطيها حق الاعتراض وحق رفض انها تعيش كده تقوله بيقولين انتوا طب بتصرفوا منين عشان عايز يقول مثلا يعني انه اصد الراجل عصبه تعبانه ما بيشتغلش يعني يعني نص الرجالة اللي عصبهم تعبانه وما بيشتغلوش بتبقى امراضهم بتشتغل تلات شغلانات في اليوم وترجع البيت تطبخ وتخسل وتمسح وتاخد علقه في اخر الليل عشان يحرم عصبه تعبانه وهو قاعد بيشرب مخدرات بفلوسها انما ده بقى كان احسن شوي ده هو اللي بيبيع الممنوعات بنفسه ده مختار ان هو يعمل كده يقوم حضرة الشيخ يعني الرزين العادل الحكيم يقول لها ايه ايه بيبيع ايه بيبيع ايه وبقى يقول لها اه بيبيع حاجة تانية يعني مش عايز يعترف انه انه ده راجل شرير بيبيع مخدرات كسر للقانون هو يكسر لها ضلع معلش لكن مش هعترف انه كسر للقانون عشان انتي بتطلع يش تعري دريعك وتفرجي للناس وبقى يبيتطرق عليها لما ضربت بالسطور ولا بملة السرير اولا الست ما قالت لا سطور ولا ملة سرير لكن حضرة الشيخ بيتطرق عليها علشان لا يمس حصن الرجال وبعدين الطامة الكبرى بقى عندنا قعدة من يوم ربنا كده خلقنا او خلق الدنيا ده مش خلق ام هم هم بس ده من يوم ربنا خلق الدنيا ان اي ست لما بتشتكي بتبلغ في الشكوى انا بقولكم النهاردة انا غضبانة فعلا انا بامانة غضبانة فعلا لان يعني كل ست قعدة بتسمعني النهاردة بتتضرب وبتسكت وتقول لك العيال وحفظ على بيتي يعني كل واحدة مننا عارفة انها لما بتيجي تتجوز الام تقعد تقول لها سرك في بيتك ما تقول لحد حاجة اللي يحصل بينك وبين جوزك ما تقول ولا حتى انا عايز اعرف وحمد هتقول لها نفس الكلام اتربين على كده يشرب المر وميفتح بققهم لحد ما ندخل نلاقي واحدة فيهم قتيلة وكل يوم في قتيلة وانت جاي تقول ان اي ست لما بتشتكي بتبالغ في الشكوى طب حضرتك الغرز اللي على دراعها العيان يعني ازى نفسيتك قوي مبالغة برضو ولا الراجل اللي بيبيع ممنوعات وقاعد يشرب حشيش ومخدرات طول النهار وبيبيعها كمان دا معليهوش اي حرج ولا اي حاجة اي يعني بيبيع حاجة تانية دا لسه دا لسه هتشوفه بقى يعني دا مش بس اجرام دا تجبر في الاجرام والاستاذ شريف يعني انا بصراحة يعني هو كان مهزب معاه اكتر من اللازم وبيحاول يقوله يعني ما هي يعني واحدة عاملة محضر واخد غرز تبقى بتكتر في الكلام ازاي او بتزيد في الشكوى ازاي دا لو هنا على الترابيز اذا كنت وقفته عند حد ولازم اي حد يستضيف في الراجل دا يعني انا لا انصح باستضافته في اي حتة لانه يورد السموم الاسلامية كده حقا وريد عند الرجال خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده شوف بقى ايه يعني دا عشان حرق الدم بقى مش تلاقي حاجة يقولها على الراجل فهيخليها غصبا عنها تلاقي حاجة حلوة تقول عنه نشوف الفيديو ايه احلى حاجتين في الراجل دا بلاش يسكر المساوي بيجيب لنا أكل وس حلو والله العظيم دي حقيقة كان يجيب لنا أكل حلو بس ما يعملش اي حاجة تاني بيعملها يعني ما فيش كلمة كويسة مع الأكل أمري ما سمعت منه كلمة كويسة بسمعش الا الاعنى واتف على وشي والله مش بكذب في أي كلمة بقولها لما بجيب الأكل الحلو ما فيش تيس لما جايبك كالتغسير بقول والله أنا لما بجي يجي كده وقف وقاف مش عارف مش فهمك اه مش عارف انا هدفي مدام عندها تلت بنات منه اه ان ربنا يصلح الحال وتعود اليه اعود اليه كم تنظرني قعد وتعينوا على عدم الشرب بدل ما يتنيل وضيع ثلاث بنات ولو شرب وماتت فيهم بقى هيحصل اه لو شرب وماتت مين اللي ماتت انا يعني لو لو تقدر تعدلنا الفيديو وتوقف لي الفريم الاخير بس عشان اما بتقول بيقول له انت طب لو شرب وماتت فيقول مين اللي ماتت فتقول له انا فروح موطي راسه كده ومغمض عينه بمنتهى الغيز يعني بتقول له انا انا هو انا هو متقطعه قدامك انا اللي حموت لكن هو بيقول لها ايه انت طب بقى بذمتك بقى وانا عارفت كده انك هتقولي حاجة كده قدام ربنا مفيش حاجة حلوة تقوم قدت له يعني بيجيب لنا اكل كويس الله الله لازم انت داخل البرنامج جعان مثلا او انت يعني عادة الناس ما بتأكلش ستاف بيوتهم ولا ايه ولا كلمة عدة بقول والله انا ما باجي ييجي كده انا بقفل وقافي يعني يعني دي مش بس انها ست متربية على انها تخدم جزها لا دي ست مرعوبة من داخلته ان ربنا يصلح الحال وتعود اليه تعود اليه كم تغنظرني قعد وتعين على عدم الشرب بدل ما يتميل وضيع ثلاث بنات ولو شرب وماتت فيهم بقى هيحسن ايه لو شرب وماتت ماتت مين اللي ماتت انا بدل ما يتنيل وضيع ثلاث بنات مين اللي ماتت البنت بتقول له انا انا هنا انا هو انا دي انسانة يا حضرة الشيخ اتمنى انك تقدر تشوف يعني تشوف الفيديو ده عشان تعرف ان اللي عملته ده اجرام وان انت ضحية هذا الفكر الاجرامي وانا بصلي ان ربنا يغسل قلبك وعقلك وفكرك بصلي من اجل عيلتك انت ربيت بنات ازاي انت بتعامل مراتك ازاي انت بتربي اجيال على انهم يبصوا للستة على انها تخرس وتسكت وتاكل العلقة وتكمل ايه دور الراجل زي اللي راح قاله ايه حق مراتي علي قاله انت تطعمها اذا طعمت مئ كتر خيرك وبعدين واخر الحديث يقوله ولا تضرب الوجه ولا تقبح عشان ايه حوريكو بعد شوية عشان ايه ومش بس كده لا ترجعي له علشان انت بحدش يعني مين هيجوزك وتعيني على عدم الشرب على بل بقى ما تعيني على عدم الشرب بتكون يتقطع تي ولا زي ما الاستاذ الشريف قاله كده طب وفرد ماتت مين اللي ماتت طب وإي عندنا منهم كتير دول ده فكر ينتج عن عن انسان تعامل مع قلب الله او يفهم قلب الله لمخلوقاته لبناته لأ طبع بص بقى منتهى التشوه الفكري البنت بتقول هو بيقول لا قصة يمكن هو يعني مش لقي فلوس فمش عارف ايه بيت له لا ده ربنا ما ادرس وبيشتغل بيبيع ممنوعات بصوا الرد بقى خلينا نشوف الفيديو مش معي ما هو حددك بقى بيبيع ممنوعات فهو ربنا مقدر كل ما كويس كويس ربنا اكلها حرام الزنب زنب ايه النفق واجبة في حق الزنب يأكلها حلال يأكلها حرام يشحت عليها المفروض يكفو المراد يا بنتي انا عايز اقول لك التلاتة دول ما وفيه سؤال التلاتة جون بالملة ولا جون بالتراضي وحتى ابوها ما كانش راضي بل راحة بس علينا التلات عيال التلات بنات دول انت جبتيهم بالضرب ولا جبتيهم بالمواد والرحمة يعني هو حضرتك هي المشكلة دلوقتي في ان انا جاءه ودي يعني انا عشان بقول يعني ما باجه ارجع في المشكلة واقول بيتي وعيالي وعشان التلات عيال وارجع تاني نفس اللي تحصل فيه والمرودي كنت زماني مايتة دلوقتي يعني ولا اي يعني فيه بصوا فيه فاصل في الاسلام دايما هذه نقرة وتلك نقرة اخرى ده راجل لازم يأكل بيته وعياله فشريف عامل يقول بيأكلها حرام يعلم دا احنا تربينا انه يعني اللقمة الحرام بتنزل زي النار وانه الواحد لازم يكون مكساب وحلال ما الكلام دا كله تعلمنا واحنا برضو اهلنا مسلمين يعني لكن الشيخ رح حططها على جنب احنا ملناش دعوة كويس برضو انه بيأكلها لا يا راجل كويس برضو انه بيأكلها مفيش المعاملة الطيبة لا هو لازم يجد للراجل مخرج بيشتغل في المملوعات وبيأكلها حرام دي حاجة ودي حاجة هو أجب ان يأكلها مش مهم عشان مفيش حاجة تعيب الراجل في من المنظور الإسلامي الحقيقي اللي بيعطي الرجل سلطة ويعليه كده في مراتب فيحس انه يعني مهما عمل مغفورة ليه خطايا لكن الست تفتح بقها الست تهرب من الجنزير والتقطيع والكلب اللي بيعضعت فيها فتروح الاسم تبلغ عليه فتبقى غلطان وبعدين بقى مش بس كده لأ راح بقى كمان عايز يخوض في مصداقيتها بشكل تاني فيقول لها يعني انت التلات عائل دول جم من اين ده مستوى منخفض جدا من الحديث مع انسانة يعني مفيش راجل يقعد لست يقول لها يعني طب من انت مش بمزاجك الا لما يكون مستوى منخفض جدا من التفكير فيقول لك هم دول جنب الملة ولا بيت راضي وابوها ما كان راضي ايه الحداءة والفهلاوة بتاعتك دي يعني ازاي مفيش حد يعرف اللي بتمر بي الست المعنفة في الحالة دي في العلاقة الزوجية اللي بينها وبين جزها اللي بيقوم يضربها ويكسرها مش هيكون بيطبطب عليها وبيحبها لا دي هتكون بتقتصب كل يوم لمعلومات حضرتك وتخلي في عيال غصب عنها برضو مفيش حاجة اسمها بالتراضي مع ست معنفة كل يوم فعايز يقولها خلفتي عيشي بقى ارجعي له بقى وعايز يعني استنوا بس شوية علينا يعني هتحكوا علينا بقى ولا ايه فالبنت ما بقتش عارفة تعمل ايه تقوله يعني انا لو كنت موت ولا هم واحدة من الوحايد اللي بتموت يلا يجيب غيرها فدا اي حاجة اي حاجة انا عايز اقول حاجة انه الشيخ اولا ما قالش مرة ما تضربش يا ابني الضربة مش عارف ايه يعني ما ينفعش كده لا ما قالهاش مرة هو بس قاعد يدور السكينة كانت في المطبخ ولا عالت ربيز وبعدين كمان في جزء تاني من نفس الفيديو يقولك قصل واحد وهو غضبان فممكن السكينة كانت قدامه فأم يعني غزها بالسكينة ولا رما بالسكينة يعني ما انت ما تعرفش ايه السبب هي نرفزته الساء ازاي يعني السؤال حضرتك قاعد على الصفرة والطبخ ما عجبتك بتغز مراتك بالسكينة وانت قاعد ولا ايه قلت ادب عليك قدامك حلت ملوخية سخنة هترميها عليها برضو ولا ايه ما قل قدامك بقى معلش يعني ماشي حالك الشيوخ بيفتكروا ان هما بيكلموا يعني يعني سمحوني في الكلمة بهايم مش بني قدمين ليس ليهم كرامة ولا احساس ولا اي حاج مدام الراجل موجود يبقى الراجل هو اللي عنده حق والست دايما بتزود في الكلام انا عايز اوريكو عشان بس ايه ما ننساش الاصول بتاعت الناس اللي بتعلمكو كده على الميديا في كل مكان ويتحط في برنامج محترم زي برنامج حدث في مصر ده ويحدث في مصر برنامج محترم بيقدم قضايا مهم والست اللي كانت موجودة دي قضية مهم واللي لازم ينتج عن طرح قضية زي كده اللي كان لازم يكون بيناقش في الموضوع ده انه ازاي الستات يلاقوا مجال يطلعوا ويحكوا قصصهم وانه تكون الدولة بتعددهم وانه يكون فيه طرق وقوانين يقفوا معاهم ويجيبوا لهم محاميين ويجيبوا لهم حقوقهم الست دي ولادها والبي بتاعها اللي عنده 28 يوم لسه مع الاب مش عارفة تاخدهم مع انه ايه فين القانون الحضانة ليها والبيت لازم يكون بيتها كان لازم دا يناقش هي في الاخر قد انا مش عايزة حاجة انه حد يديني عيالي طلقوني منه ويدوني عيالي فقل لها طب وانتي هتلاقي حد يتجوزك بالتلات عيال ولا الاربع عيال قلت له يا سين انا مش عايزة تجوز انا عايزة عيالي طب قال لها يا بنتي طب هنساعدك الاستاذ شريف قال انا هساعدك قطر خيرك لا يصح ان يكون امثال هؤلاء عارفين مش بس مش بس مبروك عطي يعني احنا عندنا الشيخة بوردة وعندنا الشيخة بعضلات وعندنا شيخ اكتر كتير كل واحد كده يعني بطريقته الهدية برضو ينشر السموم وافكار تربية النشال موجود على يعني كل البرامج اسمع بس هتلاقيها يجب ان يمنع هؤلاء الشيوخ من تسميم افكار المجتمع وتسميم حياة الناس الراجل اللي قاعد بيتكلم ده اعطى الحق لكل راجل بيسمعه عنده حقد على مراته او حقد على المرأة عموما انه يقوم يعمل فيها نفس اللي عمله جزء اللي قدابي بقى هاخبطك بيه اسمع بقى الشيخ وهو بيعلم الناس يضربه ازاي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي بقى هاخبطك جزء بعد عن العظم وبعد عن الجلد ما تزرقوش فيه حتة كده بعد الهو يتصل بيه ونقوله عليها خرزانة من سوق المطار ومن الخميس ويشويها لا اميها في الدين يا جهة بيه فيش حاجة شوف اللغة شوف اللغة شوف الافكار اللي بتقدم على فئة يعني انا هو بيتكلم على واحدة مثلا بتتدلع على جزها وتقول له سلهدية مش عارف ايه ولا ايه فيقولك الست اللي قعدة مقرفصة دي ايه دي ودي عالقة دي عايزة عالقة اسمع كده اسمع تاني عشان ما تنسوش الراجل ده بيعلم ايه وامثال بيعلم ايه الحاجة المقرفصة دي اللي هتقولك ايه دي بقى هدية بقى وكل واحد وزرقه وكل واحد ومقدرته دي عايزة عالقة بس اللي ضربها جوزها بعد عن العضل وبعد حاجة 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 بعد الهواء يتصل بها ونقوله عليها خرزانة من سوق المطارية ومن الخميس وشويها لا امية في الدين فيش حاجة خرزانة من سوق المطارية وشويها بس بقى ايه في حتك كده الضرب ما يبانش فيها على ابعد عن العضل الاسلوب ده في ضرب النساء كان يستخدمه الاصل بقى بتاعه بوصاية مين محمد نفسه اما يعني واحد رح يسأله كده قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدانا عليه قال انت تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا ولا تقبح يعني ايه وحديث تانية بتوريك يعني ايه لا تضرب الوجه ولا تقبح عشان انت لو ضربت وجهها الصبح وتضربها ضرب العبيد وبالليل تجمعها يعني تزهق يعني تكون مش الفطة تدايقك ولا تقبح يعني ما تقبح لهاش وجهها لان انت هتستمتع بدا مش عشان الست لا الضرب اضرب يعني من قال ان محمد لم يضرب وكان مدافعا وحقوق النساء والكلام ده كله ده كلام فاضي بصوا كده على حديث الضرب وتفاصيلها كتير جدا وعملنا حلقات عليها بس ده المثل الاعلى هذا المجني عليه خرج من عبائة الجاني الاصلي اللي اتعلم منه بيت النشال نفسه فبقى جاني ومجني عليه يا رب خلصنا في اسم يسوع الله يخلص النساء في المجتمعات الاسلامية من هذا العتح الفكري والروحي خليني اخد مكالمة اهلا اخ سعيد سعيد سلام المسيح معك انا مش سمعة سعيد انت معنا نعم انا سمعك انا سمعك اوكي دلوقتي سمعك اهلا بيك يا سعيد ازايك الحمد لله شكرا نشكر انا كويسة ومبسوطة وبصليلك وفرحانة بيك جدا جدا نشكر الرب اخبارك ايه امين الحمد لله انا عندي تعليق حول الموضوع تفضل نعم واعذريني لان لغتي العربية مش كويسة ده احنا انا فهمك تفضل نعم المشكلة في الاسلام يعني خصوصا اتجاه المرأة يعني ضرب المرأة هي مش جديدة يعني مذكورة في القرآن ومذكورة في الاحاديث ايوة القرآن القرآن يحرد على ضرب المرأة يعني هناك آية تقول واضربوهن واضربوهن واجرؤن في المضاجر ايوة مضبوط ولهذا نرى الشيوخ دائما يدابعون عن الرجل عندما يضرب المرأة يعني دائما تلقى الشيوخ منحازين للرجل يعني التحييز يعني حتى لو الرجل قام بتعنيف المرأة يعني يدابعون عنه مه مضبوط بس قول لي قول لي يا سعيد يعني مفهوم انه القرآن والحديث فيك كلام ده لكن من وجهة نظرك انت كراجل في المجتمع الاسلامي ليه الراجل عنده النزعة دي في انه يضرب مرأته ويحس انه ده حقه من وجهة نظرك يعني انا قلت لك ان من وجهة نظري ان يضرب النساء لانه المشكل في النصوص يعني يضرب يعني يأخذ يعني الضرب من النصوص بالزبط يعني مش هو جايب شيء من المصدر من المصدر يعني في النصوص تجد ان محمد هل تسمعني هذا اختي انا سمعك تفضل محمد ايضا كان ضرب ضرب زوجته عائشة في حديث لما تبعته الى الى المقبرة عندما كان رايح يستغفر لاهل البقيع لاهل البقيع مظبوط قالت فلهدني في صدري لهدتا اوقعتني نعم نعم دربها في صدرها نعم مظبوط حتى الان انا عندي عندي الوالد ديالي الاب ديالي عندي عنيف مع الام ديالي نعم منذ كنت يعني صغير وبدأ عقلي يسجل الاحداث وجدت ان ابي دائما يضرب الام ديالي بدون سبب طب سايد ده اثر عليك انت ازاي العنف اللي قام به ابي نعم من طبيعة الحال سيؤثر عليك انا دبا الان عندي يعني اشعر بالعنف بداخل يعني ما كثرت ارى ابي يتعنف على امي انا ايضا صرت عنيف لكن انت النهار ده مؤمن بالمسيح والمسيح يشيل من جواك كل عنف في اسم يسوع ويضع داخلك محبته الحقيقية اللي تشفي كل الذكريات المرة دي لان انت دلوقتي ابن الله الحي يعني هتكون ممثله في كل شي سعيدة انا بشكرك واسفة ان انا مش يعني عايزة اكمل بقية الحلقة لكن هيكون لنا احاديث تانية وسعيدة قوي انك بتتصل وبتشارك ربنا يباركك يا ابن نعم امين امين طيب الى لقاء طيب خليني هاخد نقطة تانية وبعدين اخد المكالمة اللي بعد كده انا عايزة اقول حاجة اللي احنا شفنا ده من الاجرام المجتمعي ضد المرأة وايضا ضد الرجل اللي هو بيبقى ضحية واللي برضو بيعلموه ضحايا ولكن الاصل زي ما قلنا هو بيت النشال الاصلي المصدر النصوص التعليم في حاجة تانية دلوقتي بقى عندنا تشويه فكري اخر انا عايزة تسمعوا موضوع كلة الخنزير ده طبعا يعني في الكثير قيل في الموضوع ده حرام ده حلال ده كذا ده كذا طبعا الازهر لا يمكن يطلع يقول انه حلال لكن عايزة تسمعوا المقابلة دي مع شيخ من الشيوخ في برنامج الاستاذ عمر أديب اسمع كويس كده بيقول ايه نشوف الفيديو اللي جاي كلية الخنزير ده بدن علي محتاجين له كلية فالدين بيقول انه الخنزير ده نجس والخنزير ده حرام في هذه الحالة الابدان على الاديان ولا الاديان على الابدان صحة الابدان شخصية نادرة قليلة في فرد او في فرضين اما صحة الاديان فتشبل الانسان المؤمن كله يعني في حالتنا اللي احنا معانا دي انا امي محتاجة كلية تمام والكلية عند خنزير اقول لامي اقول لها على فكرة موتي موتي لسه لسه ما وصلتش للنتيجة دي لا ايبانا بفهم ما توصلش للنتيجة دي اقول لها صحة الاديان يا اما اهم صحة الابدان فحضرتك تموتي ومش هننقلك الكلية بتاعت الخنزير يعني ايه نقطتين مهمين عايزكوا تنتبهوا ليهم الدين بيقول ايه هو الدين بيقول ايه ان صحة الاديان فوق صحة الانسان على فكرة ده مبدأ لا يقول الا السارق الذي لا يعرف الخراف اللي لم يخلق هؤلاء الناس المسيح جه على شان الانسان جسد وروح وحياة افضل لكن الدين الاسلام يقولك الدين يعلو فوق كل شيء ايه يعني اتنين تلاتة عيانين ده مصر تلاتة ارباح ناس عندهم مرض كلب ده الناس اللي بيجي لهم السكر في مصر قد كده مصر بس مرض السكر اللي بيستخدم فيه الانسولين اللي بيستخدم فيه حاجات يعني اجزاء من الخنزير مرض موجود في العالم كل كل دول اتنين تلاتة مش مهم بس صحة الدين فوق صحة الانسان فعمر قديب قال له يعني انا اقول لا معلش يا اما انا الخنزير حرام فمش هنتديولك عشان موتي بقى المنطق المنطق يا ناس المنطق ده منطق شيطاني لكن منطق الله يقول الداوى ساعده بعض استخدم كل اداة للشفاء الله الشافي الطبيب الاعظم ما بيقولكش ما تستخدمش ادوات الحياة ابدا بالعكس لكن السارق اللي ما خلقش الانسان الشيطان يقولك لا انا قوانيني الدين فوق كل شيء ننتبه للرسائل اللي بتورد لنا خلينا يشوف الفيديو اللي بعد كده اتحدث بالمنطق نعم اللي حاجة بتقوله ده انه حد يبقى عنده رأي ويأخذ ويرد منه ده على اطلاقه جميل تمام انما فيه اشياء انعقلي الضعيف لا يستطيع ان يستوعبها انا شخصيا انا كعمر لو انا حياة ابني او حياة امي او حياة انا ايمى على شيء معين وانت قلتلي انه حرام ما ظنش ستدرب الفاتو عرض الحائط ايوه طبعا ايوه اعروف انا كلت سندويتش خنزير تمام اليوم فقط تمام ده لي زنبه وتفتة منه خلاص انتهت المسألة وتركيب الكيلة ايضا يعده زنبا برضو زنب طب انا كلت سندويتش غلط وطب وتركيب الكيلة او بيحاول يوقع قالوا برضو زنب ما فيش فايدة نفهم بقى ليه الموضوع ده زنب لانه محمد قال انه لا تتداو بالاشياء اللي فيها حرام ده حديث اكي فبدام في حاجة حرام ما تتدوش بيها لكن بقى نتدوى بايه بالحبة البركة والحبة السودة وبول البعير وبقر زمزم و يعني ده عادي ولا بول الرسول اللي شربه ومش عارف مين فقال له هيبقى صحة لمعدتك ده عادي لكن العلم يقول انه فيه انسان ممكن يتكتب له عشرين سنة كمان في عمره عشان ياخد كليت خنزير يقولك لا حرام انا عايزة هنعدي فيديو رقم 9 ده انا مش هاخده ونشوف الصورة اللي بعد كده خليني اشوف الصورة يقولك انت هتقابل ربنا ازاي بعضو ناجس ومحرم شرعا هذا لا يجوز المتدين يجب اللي يسمح لنفسه بحمل عضو ناجس محرم شرعا ومقابلة الله عز وجل به ربنا خلقنا وخلق الخنزير يا دكتور احمد كريمة الله عايزك تعيش ويكون لك فرصة في الحياة وفي النجاة وفي التأثير على مجتمعك وانك تكون شهادة لي ولكن ده مش هيحصل الا اذا عرفت الاله الحقيقي خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده الناتج بقى رئيس الدولة يقول له صلحوا الامور غيروا التعليم بتاعتك ونظفوا المناهج لا يمكن يخرج تنظيف مناهج من منبع الارهاب والشر في العالم فدلوقتي الازهر طلع لنا كده بيقول ايه الازهر الشريف منطقة الاسكندرية الازهرية ادارة التعليم اللي ابتدائي بيقولك كده بناء على التعليمات الوردة من قطاع المعاهد الازهرية ينبه على السادة اعضاء هائة التدريس من السيدات بالمعاهد الازهرية الالتزام بالزي المناسب وعدم ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة وعدم وضع المساحيق مكانة ورفعة الازهر اوكي ده مش بس التلاميذ والتلميذات كمان هيئات التدريس بقى كله مفيش حاجة اسمها مكياش للستات انت مالك ومال مكياش للستات انت مالك خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده ادي الستات بتوع الازهر عايزين تغطوا فيهم ايه اكتر من كده يعني باي باي شكل انتوا عايزين طب واحدة حتى ماسكرة انت مالك انت بتعلم مخها وقلبها ولا بتبرمجها على حسب مزاجك شكلهم لا يختلف ابدا عن باكستان ولا افغانستان بصوا المنظر دول المربيات الفاضلات للجيل القادم وحتى لا ننسى انا عايزاكم تشوفوا اعتقد فيه صورة بعد كده اوكي انا عايز انا عايزة الفيديو بقى الاخير ده حتى لا ننسى الازهر ماذا يورد لنا والاسلام هو الازهر برضو هو مرحلة من المراحل اللي جاي لنا منها المصدر فين اله الاسلام ونبي الاسلام شوف الفيديو ده عشان نفتك لا طبعا ما يزينا مقدر لا يسبب لا يسبب ولا تصحي بيه علاقة شرعية طب الناس كتير قوي اسمحي ما فيمتش نقطة دكتور مصار يعني ممكن رحل تجوز اخته زي ما كان زي ما كان زي ما كان يعني يعني دلوقتي لو حصل طفل من حرام اي يعني يتم إزباد نسبه لولده نسب لأمه اي وسألت السؤال ده يعني معنا كده ما هو مش عاد من أبوه يحصل نجوز اخته من أبوه زي من أبوه يعني ما هو ممكن يحصل بعد كده يعني بعد كده لا حرج لا حرج حتى جوت اخته في الحياة ليس هذا نسبا يعني النسب الشرعي مترتب دي خضيها محل يجمع وينفع تجوز اخته لما يكبره ده بعضهم قال يجوز الرجل منحالف انه تزوج ابنته من الزنا تين يعني بعض اللي ايما يرى انه يجوز للرجل الزاني انه تزوج ابنته من الزنا وهو لو عارفنا بنته بنته عن ايه بنته مش بنته متى يتكون بنتا متى تكون بدي عن ايه قال ان بنته بالحديث النهار ده بنشوفه النهار البنته عن ايه البنت الشرعية قائمة على زواج شرعي يعني هيك عاست تقول يعني الورقة في ورقة وعقد قراءة في عقده وان يترتب النسب حيث عقد زواج علم مين يا ابن ودين ايه هو ورقة الشرعية الصرح بتاع الاسلام كله هي الشريعة والشرع والفقه واللي انتوا عايزين تحطوه والقوانين الرجل يتجوز بنته اه ايه تجوز بنته الاخ يتجوز اه لا حرج بعد يعني اه لا حرج دول اللي بيعلمونا هؤلاء هم من نتعلم منهم انا حقف هنا واقول انه الله لا يرضى بهذا الشر وعلى فكرة مسلمين كتير جدا مكسوفين من ده واحد يعني تحت الفيديو ده كاتب تعليق الله يخليك شير الفيديو ده بلاش تحطينا الفيديو ده عشان مكسوف ان هذا ما يعلمه وما يقدمه الاسلام ماء الزنا هدر فلم يصبح الانسان انسان لو حقوق ولو والاتصال البيولوجي بينه وبين عيلته ينقطع لانه مفيش ورقة فطبعا اللي هيقولك مفيش ورقة يبقى مفيش نسب هيقولك مفيش كلي يتخنزير برضا مفيش مشكلة وانتو ايه عدد والعدد في اللمون انا عايزة اقولكو على شخص لا يعدك في عداد اللمون كده انت مهم عنده لشخصك اسمه يسوع المسيح هقرلكم من الكتاب المقدس في سفر يحن الاسحاح العاشر بيقول كده فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف انا الباب اللي الخراف بتعرفه بتيجي تدخل في حماية جميع الذين قاتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرع من خلال يسوع المسيح فقط تستطيع انك تقف امام الله وتعيش في سلام وراحة اسمع دي الصارق لا يأتي الا ليصرق ويسبح ويهلك واما انا فقد اتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم افضل انا هو الراعي الصالح يسوع المسيح الراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف واما الخراف واما الذي هو اجير وليس رعيا الذي ليس الخراف له فيرزقه مقبلا ويترك الخراف ويهرب اتكلم اليوم عن الخاطف السارق الشيطان الذي قنن كل هذا ليبعدكم عن محبة الله فلنعود الى محبة الله العلي القدوس يسوع المسيح له كل المجد والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر